بعدين لخبط قال التوسل مسألة فقهية والدعى مسألة فقهية الجاب على العقد وإلى آخره وده من خلال الرجل ومن اختلال مفهومه من وجهين أنا ببديك الرد من وجهين أول شي المسائل الفقهية دي مش مسائل الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه مجد المسائل كذي آي أنا باعتقد إنه بجوز تنادي الشيخ من باب التوسل وده باعتقد إنه مبجوز تناديه ده اعتقاد ولا ما اعتقاد وكونه تقول الشي ده حلال مش معناه إنت معتقد حله صعب ولا ما صعب كونه تقول الشي ده حرام مش معناه معتقد حرمة ولا ما معتقد ده وجه ده وجه من الوجه دي خليها الوجه الثاني النازل خلطوا بين الدعاء والتوسل وخلطوا بين حق الشيخ وحق الله سبحانه وتعالى كيف بيقول يا الشيخ الحقنا تمسكوا تقول له الكلام ده مبجوز وده من الشرك بالله تعالى والدليل قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ده القرآن يقول لك لا وده مسائل فخية كيف تقول بشرككم ياخذ القرآن ما نحنه ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير لا لدي لأصنام أقرأ لآيات البعضة ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد مش قال الناس فقراء إلى الله والله الغني وزاته بناذي الشيخ وتقول له ناذي ليه يقول لك ديلة الفقرة ويتمالله قال لك فقرة بناذي الغني يتمالك علاقة الكلام ده بالعقيدة شنو؟ علاقة جماعة الكلام ده علاقته بالعقيدة علاقته أن هؤلاء ما توسلوا بفلان أو ما دعوا فلاناً إلا لاعتقادهم أن في فلان أشياء ليست في غيره دي عقيدة اعتقدوا فيه أول شيء هلتين بعداكنا هدوه من دون الله سبحانه وتعالى ودعا قائدهم في كتبهم والله الذي لا إلى غيره دعا قائدهم هذه موجودة كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية تأليف الحاج اسماعيل ابن السيد محمد سعيد البغداد القادري طيب صفحة 44 أرى أريك الكلام أقول لك هنا وده أسئلت كلها جاوبنا عليها الله يتقبل تاني اللي اسبوع الجاي بقول لي ما جاوبت ما شانا تندلتي مع أخونا محمد أحمد علي ده أبو وضح مع أخينا أبي وضح ما شانا تندلتي راقبين عربية وكل ساعتين بنقيف الله يتقبل واسي باعزا ترتاح منا كل ساعة ولا نصعب تقيف في السخين ما رقنا فيه تندلتي منا الحصيصة جو قبنا من رفاعة مدني وماشيين لحد ما شانا ووك وبغادي حاج عبد الله وسي النار ووك وماشيين كذي ربك وكوستي وماشا ماشا لحد وصلنا شنو تندلتي مناظرة الزهلة البناظر الآيات بقراء غلط دار ناظرنا في النهاية وجه سؤال في نهاية المناظرة قال لي يا أخي الوحي لأم موسى دا يات نوع من الوحي دا مش سؤال واضح قلت ليه دا وحي اسمه وحي الهام دا جواب ولا ما جواب يعني دا ما وحي نبوة لأنه ما في امرأة نبيا دا وحي شنو الهام دا مش الجواب قاعد يكورك وحنجرته كبيرة ما عارفه ماك المهيوب ولا شنو قاعد يكورك لا جاوبنيه يا زول الجواب وحي الهام دا مش الجواب لا جاوبنيه والله الليلة ما خليك وقعت خلاص في الحفرة الليلة ما بخليك جاوبني يا زول دا وحي الهام لا إلا جاوبنيه هذا أنا أفهمه كيف دا زولك دا زات وشفتت الزول الجلابية دا الزمان كان عراقي قدى ناس إلا جاوبتون مرة الفاسدين وما شاهدين كلكون أكبر شهادة مش أربعة أربعة صحة ولا ما صح شهادة اتنين في مرات أربعة في حاد يسمى القسامة في الفقه دالبي شهادوا خمسون اتو كت ما تعمل من خمسين يا جماعة مش أكتر من خمسين أكبر شهادة في الدنيا بتلقاه في المجلسة مش كلكم بتشهدوا زول دا جاوبنا على أسلته الناس الحاضرين المرة الفاسد مجاوبنا تاني أسي قال لي ما جاوبت أسي مش أنا جاوبت على خمسة أسئلة زكرة متوقع المرة الجاية برضو يقول لي ما جاوبتني هو بالديني الأسل لا بقول لا أقعد بمشي ويجي يقول لي ما جاوبتني أنا ديال ألاحق لبيه تلفون والرسالة ولا أعرف رغمه كيف الناس ديلا بفهمهم كيف لكن الدغمة والمصائب عقيدة منحرفة عقيدة دغمائية ما بفهم زي الناس تستعمل لي شنو في النهاية زول عقيدة في ميت ديخلي الحي القيوم ويتوجه إلى الأموات ومصائب تقيلة هنا صفحة 44 من الكتاب دا داري وريك قال مسألة فقهية وانتم لخبطيننا تفقي مع عقيدة وانتم لخبطين الشغلة ولو وقفتوا على المسألة تتوسلنا ناغشة نغاش فقه وقفنا على الفقه لكيتوا لخبطوا بالعقيداتكم في الشيخ خلتكم تتوسلوا يمت المسألة وظلوا في المسألة